اهلا بكم حلقة جديدة من برنامج رقم عشرة تمخض الجبل فاقال روي فيتوريا النهار ده عندنا بقى كواليس اقالة اتحاد الكرة ليه البرتغالي روي فيتوريا ازاي وامتى وليه وجاب مين مكانه وما جابش مين مكانه هنتكلم في المنضوضة وحنتكلم في الكواليس وحنتكلم في حصريات الرقم عشرة وعندنا حاجة كده يعني الرجال عندنا اوجه لهم طبعا الشكر فريق الاعداد عندنا عمل حاجة كده بيسموها صحافة استقصائية جبنا حاجات ومدربين وارقام وقررناها بارقام ناس تانية ومدربين تانية وجبنا انجازات مقابل انجازات كرام ده كله ان شاء الله باذن الله هنقوله في حلقة النهاردة بسم الله ونبدأ النهاردة مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المبجل جمال علام اغلق صفحة البرتغالي روي فيتوريا مع منطقة مصر بعدما تم الاعلان عن توجيه الشكر ليه ولجهازي المعاون واكتفى بالفترة اللي اضاها روي فيتوريا في قيادة الفرعنة كان فيه اجتماع المجلس النهاردة اللي احنا كنا اشرنا لانبارح نهاردة الظهر عقد الاجتماع في مقر اتحاد الكرة اتحاد الكرة عقب الاجتماع النهاردة اصدر عدة قرارات جاءت كالتالي اولا بيقرر مجلس ادارة الحياة الكرة المصري عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والادارية بشأن مشاركة منتخب الوطني في بطرة ام افريقيا كود فورس 2023 قرر توجيه الشكر لروي فيتوريا واجهازي هي المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الاجانب وعرضها في الاجتماع القادم ده طبعا هنكلم عليه بالتفصيل الحلقة دي ده رقم واحد رقم اتنين بيقرر المجلس ان هو يوافق على تعييد محمد يوسف مدرب عام لمنتخب مصر الاول لحين اختيار مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز عندنا برضو تفصيلة وكواليس في الحتة دي هنتكلم عليها رقم ثلاثة تمت الموافقة على اختيار اتنين مدربين عشان يعملوا معايشة خارجية نقطة مضيئة والحاجة المضيئة يعني لا غضادة ان احنا نقول والله ان فيه حاجة كويسة عملت فيه تم الاقرار اول موافقة على ترشيح عدد اتنين مدرب علشان يروحوا يعملوا معايشة قد يكون يعني الناس زيان تروح تشوف بره بيفكروا ازاي بيتصرفوا ازاي بيتعاملوا ازاي بيطلعوا اجيال ازاي بيطلعوا نشأ ازاي ويجوا ينقلوا الخبرات فيه حاجة كويسة نشير اليها شكرا رقم اربعة الموافقة على تعيين الكابتن علاء نبيل مدير فني للاتحاد وما كانش احنا كان الفترة كان فيه فترة هذا المنصب مدير فني للاتحاد كان شاغرا كان فيه حد ماسك هذا المنصب بشكل مؤقت تمام اخر حد كان معين هو فينجادة تمام طيب رقم خمسة توجيه شكر لي الجهاز الفني للكرة النسائية رقم ستة الموافقة على العمل بروتوكول ادارة وتنظيم دوري الاكاديميات بالشراكة مع شركة استذات الاستثمار الرياضي واللي حيقون بالتسويق هذه المنظومة شركة المتحدة للرياضة حنتكلم بقى عن المنظوع ده كتير جدا مع ضيوفنا النهاردة